بدأ بقى شفنا كورة فاروق جعفر وحمده ابن لعيب والله سيف فاروق جعفر بصراحة لعيب نزل وايضا ابن اسامة نبيه يعني سيف سيف وسيف لتنين يوسف وسيف كمان لتنين ما شاء الله عليهم يعني ابن الوز عوام عجبني ابن فاروق جعفر بصراحة شيكابالا النهاردة وانا بقول لكم رغم الراجل شيكابالا هو في هذين مباريات القمة تجد شيكابالا وكان بجد شيكابالا كلمة السر انه الزمالك يعود في الشوط التاني مع النزل شيكابالا استحواز وشيكابالا هو سجل الجول التاني ولا احلى ادى الجول الاولاني لابن شرقي ولا اروع هو ده شيكابالا بصراحة لازم احييه كمان لانه بيدي كمان روح وبيعمل حماس نادي الزمالك وبيخلي فيه حماس الاهل النهاردة اقدر اتكلم على افشا كان كويس اقدر اتكلم على يمكن اا اا صلاح محسن لما اا نزل لعب ايضا حسين الشحات لعب شريف المخيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف رجع برسي تاو النهاردة ماشاء الله يعني الشوط الاولاني برسي تاو ولكن كان ممكن يخلص برسي تاو كمان كان ممكن يعمل حاجة النهاردة طبعا محمود علاء غيابه ولكن لسد مكانه عبدالغاني كان القلق محمود علاء فجاء عبدالغاني قالك ازاي محمود علاء انا كمان رجعت انا موجود فادي كمان هذه الكرة ايضا لشريف وشريف مسدق لقى الكرة قدامه بيحطها في المكان الرهيب والمكان يعني هي دي محمد شريف وزيان بيقول كده شريف كان دايما يقولك ما بيلعبش شريف يا جماعة هو رجل القمم رجل رجل هذين مباراة من قمم الاهل والزمالك القمة الاهل والزمالك عددا تجد شريف فيه مطشاط القمة مطشاط القمة تجد النهاردة واللي عبلها واللي عبلها كان محمد شريف واصبح محمد شريف وكل مطش محمد شريف في قمة بيسجل هدف لقينا محمد شريف النهاردة زي ما كان في الدور الاولاني الخمسة تلاتة شريف ايضا بصمته موجودة لكن النهاردة افتقدنا اديانج افتقدنا اديانج النهاردة ولكن زي ما بقول كده ما كانش حمد فتح في يومه النهاردة يعني كان الكور بتاعته ما كانتش هي اللي احنا اه اه وتعور طبعا وخرج ولكن في الاخر طبعا التحكيم التحكيم المصري عليهم يبصوا على الحكم الاسباني وعلى الفار الاسباني وعايز اقول لحضراتك هو ده يعني لو كان فيه تحكيم مصر النهاردة كان مطش ده باز كان باز المطش ده لانه فيه كور كان ممكن يحسب ضربة جزاء ومش ضربة جزاء فاولات ممكن يحسبها ومش فاولات لانه احنا منشوف الدوريات الاوروبية هو ده الدور الاوروبي الحكم مش كل واقعة انك تدينه ضربة جزاء او كل كرة تدينه فاول